اليوم كنتكلم عن الحملات البيئية التي تكون مناسبة عيد الأضحى وهي مناسبة الحمد لله اليوم لأننا في داخل المقاطعات جريبة وجريبة خاصة سنة الفريطات جريبة ناجحة من فضل كل المتدخلين من طبيعتنا الجامعات الصحبة الاختصاص والمقاطعة والمجتمع المدني بالجمعيات وكذلك السلطة المحلية إضافة للدول الكبير طبعاً من غير الشركة اللي هي صاحبات العامل وهي مشكورة عما تقوم به هناك أيضاً الاستاكنة والخيارات ديالها اليوم هذه السنة إن شاء الله عاولنا نتم منه الإيجابيات اللي كنا في السنة الفريطة ومتدركوا بعض السلبيات واليوم كانت لقاءات على أقل لقاءين مع المتدخلين لمجتمع المدني ولا مع السلطة واللي أتمنى أن نتفكير في خطة ديال التدخل في هذه الأيام لأنها تكون يوم قبل عيد الأضحاء ومرة عيد الأضحاء كنت بتاعه تنمع الجوج للشياء ثم اليوم اللي بعد العيد باش كتكون إن شاء الله كنت نعطاه لها ديك المناسبة الدينية كنت نعطاه قيمة ونخرجها فعلاً عيد أضحاء نظيف الحمد للبشراء الأولى والنخيرات كان كبيرة ديال الجمعيات حوالي خمسين جمعيات لنخارطات وجدخلت الأكياس وكتوزع بإضافة الواحد الخمسطاش ديال المتطوعين من غيره في المجتمع ماشي بإسمه مش شخصي ماشي بإسمه أجمعيات وكذلك تنتم من واحدة من الخيارات الكبيرة اللي ديال المستشارين ديال المقاطعة لتاهم مجاو وخداودوا كل الأكياس وكيوزعوه فيدينا كل شي خصي كنا خصينا نبتلوبة شيمكننا يعني إن شاء الله نوصله إلى المبتخة بالنسبة لهذه السنة هذه إلى شي حاجة لي ربما جديد وتعلق بفتح المجزارة الجماعية في وجه الساكينة وهي أيضاً بالنسبة لها خطوة أولى حقيقةً نحن لا توقع منها أننا نحول هذه الجلد إلى التروة وهي كذلك لكن هذه السنة كان حاولوا فقط غير نخفو من الأضرار سواء المادية لها الجماعة ولا البيئية البيئية من الوقع الكريهة وخيرها وكذلك من ناحية المادية لك تعرف مهنا مدينة لها كدي حوالي 180 ألف ديال الجلود ديال الأضحي كديها باش خاصة تنقلها الأم عزة وخاصة تعاود طمرها تعاود طمرها وغير باش تنقلها حاولا 82 دنم عم كل طن فإذا نجنبوا بعد هذا الخصائر وهذا كانت تواح المحاولة بمنسبة لها القرية المجزارة لأنها لديها على قبعة الجلود لأن أولى ناس ستدبح في الظروف معقولة وهذه الجلود منك يتبعوك منك يكون عندك الجزار المحترفين كي يعطيك واحد الجلود صالح للستعمال كلها غا تستعمل غا يجيوا الناس غا يستعمل ولكن ما فكرناش في الأتميناء وكذا اليوم فكرناها بعدها نبدأ بها تجربة هذه في أفق إن شاء الله فعلا هالجلود تولي تولي فعلا تنواوا ويمكن يدخلوا فيها ويكون عنصهم العاصلة تقدر تشغلنا الشباب وتشغلنا ناس التعاونيات ولكن هذا إن شاء الله في الأفق المجزارة اليوم ستحل إن شاء الله نبتداء من الأحد يعني من الغد ستفتح بشي يمكنهم يدخلوا الأضاحي المرأة الكين اللي كي يستقبل الناس اللي كي يستقبلتهم ولكن الدبح سيبدأ إن شاء الله يوم العيد من تمانية ونص الوحدة الوحدة ونص وتحدد واحد تعمال اللي هو معقول اللي يقدر يكفي المصاريف العادية اللي يتحدد بالنسبة الخروف 100 درهم بالنسبة العجول 300 درهم فهذه خطوة أولى على أساس إن شاء الله إنها يكون فيها تحسيس واحتاجين خارطوا فيها المجتمع المدني بلا مجتمع مدني بلا كذلك خطوة السلطة بخصوص موضوع دي الحراسة فإذاً نخص نكون نخارطوا فأنا نتمنى وعلى الله إن المواطنين فعلا يجاوبوا مع هذا الحملاء ويعاونونا في التنظيم ونعاود نحيي المواطنين من خلال المنبر بلا مجاملة أن المرة السابقة الحملة السابقة كان لهم حضر وازين وكان عندهم مؤتر بحيث أن أغلب الأكياس اللي توزعت رجعت النقل ما تستعملاش في حاجة أخرى تستعملات فيما رسلت لها أي فهم في الموضوع دي الأزبال اللي مقاتلنا من العيد فإذاً بغينا إن شاء الله أو تانين نرفع الوجهة دينا إن شاء الله نكون إن شاء الله الرأس دينا عالياً فهل المناسبة وكنا نجحين كنا نجحين لا كجماعة ولا كمقطعة ولا مجتمع مدني ولا السلطة ولا كل فعيدين طبيعتاً وهذا بتعاون مع الشركة المختصة ومرة أخرى شكرا لكم رحب شكرا شكرا شكرا